بحث وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح في مدينة جنيف مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي أوجه المشاريع المشتركة وسبل تطوير دعم المنظمة للصحة في اليمن وخصوصا مع تعدد الأزمات الصحية بالمنطقة وتطرق اللقاء الذي يأتي على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية في جنيف إلى المخاطر الصحية في سوء التغذية الذي يستهدف خمسين بالمئة من أطفال اليمن دون سن الخامسة وحاجة بلادنا إلى دعم من المنظمة لإنشاء مصانع محلية للتغذية العلاجية لتوفير حلول محلية لمشكلة مزمنة تعاني منها اليمن وكذا التنسيق من أجل تقديم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بزيارة إلى اليمن للإطلاع عن قرب على الوضع الصحي والإنساني حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة لقطع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي وعضو المندوبية الدائمة لليمن لدى الأمم المتحدة في جنيف حميد عمر